لو تحت التلاتين سنة ومسافر برا مصر والتجنيد شغلك وممكن يعطلك حياتك تقدر تخلص من كل قصة دي وما تخشش الجيش لو هتدفع بالدولار أيوة بالدولار مبادرة الحكومة عملتها بداية من النهاردة هتخليك تسوي موقفك التجنيدي وتشتري بالك ومش بس كده ده انت هتسافر وترجع في أي وقت براحتك خالص ده يا سيدي قرار الحكومة عملته عشان تخدم المصريين اللي عايشين برا وده بعد طلبات كتير تقدمت لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكمان الخارجية وكل الطلبات دي عبارة عن تسوية الموقف التجنيدي هتلاقي فيه اخواتك وصحابك أو حتى جرانك اللي متردد منهم وخايف ينزل مصر لو سنه لسه تحت التلاتين عشان لو ده حصل هيكون مطلوب للخدمة العسكرية أو حتى تم التلاتين سنة ولسه ما خلصش موقفه التجنيدي لكن من خلال المبادرة دي عزيز المواطن هتقدر تفيد بلدك انك توفر لها عملة صعبة وتفيد نفسك انك تخلص موقفك من التجنيد وما تعطلش ولا توقف حياتك اللي عملتها في سفرك برا وده اللي حصل من كم سنة لما حصلت أزمة كورونا خلت كتير من الشباب ما يعرفش يرجع منهم بقى اللي بيدرس وبيشتغل برا ساعتها كانت المطارات والحدود كلها مقفولة في كل الدول تقريبا وده طبعا غير اللي معرفش يجدد الجواز ولا الإقامة بتاعته إلا بعد تسوية موقف التجنيد علشان كده الدولة المصرية عملت تسهيلات لولدها برا مصر علشان يكونوا مستقرين اجتماعيا أكتر من إقامة لشغل لدراسة وكمان العلاج باب المبادرة تفتح بداية من 1 مايو لمدة شهرين لحد 1 يوليو 2024 وهيتم قبول طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي كمان هيتم استقبال كل الطلبات على موقع المبادرة لكل اللي سنهم من 18 سنة لحد 30 سنة أما اللي عدوا سن 30 هيتم تسوية تجنيدهم حسب الموقف نيجي بقى للتكاليف هتدفع للمبادرة 7000 دولار ولو معكش دولار هتدفع ما يعادل المبلغ بس باليورو وده في فروع بنك مصر في القاهرة أو أبو ظبي وطبعا بشروط حسب البيانات اللي هنقلها لك دلوقتي التحويل البنكي لو برى الإمارات هياخد من 3 ل 5 أيام عمل ولو من جوى الإمارات هيكون في يومين عمل بس ولازم صاحب الطلب يدفع المبلغ من برى مصر المبادرة تتطبق على كل المصريين في الخارج اللي وصلوا لـ 18 سنة اعتبارا من تاريخ النهاردة لحد 30 سنة وكمان الشباب اللي عدوا سن 30 سنة ممكن يقدموا ويستفيدوا من المبادرة ويعملوا تسوية نهائية لموقفهم التجنيدي الدولة المقيم فيها برى مصر وهيطلب إرسال شهادة المعاملة التجنيدية واللي هيستلمها من القنصلية أو السفارة المصرية برى عد كده هتقدم صورة البطاقة الشخصية ولو مش موجودة هتسأل عليها في الاسم أو المركز المستخرجة منه البطاقة والشباب اللي خدوا قبل كده إعفاء مؤقت من التجنيد هم كمان يقدروا يستفيدوا من مبادرة تسوية موقفهم التجنيدي نهائيا حتى لو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مش شغالين وانتهت صلاحيتهم تقدر تقدم في المبادرة ولو ما عملتش بطاقة رقم قومي جديدة تقدر تبعد صورة شهادة الميلاد وصورة جواز السفر عشان تستفيد من المبادرة وبنفكركم تاني أن المبادرة الفكرة منها تسهيل الدنيا على المصريين برى مصر اللي ما خلصوش تجنيدهم أو لسه على زمة التجنيد وبس كده يا دفعة خلص الفيديو بتاعنا وقلنا إيه رأيك في المبادرة دي